أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي أهلا بكم الدرس الثاني دعنا نتحاور اتخذ الجد يوسف مجلسه وقد التف حوله أحفاده كعقد الياسمين فباذرهم قائلا سنتحاور معا هذه الليلة عن آداب الحديث وآداب الاستماع وهما من أرفع الآداب الاجتماعية التي حثت عليها الأديال السماوية فالإنسان إذا أحسن كلامه أحبه الناس وإذا أساء في كلامه فر منه الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء اللي احنا قرأناه الآن من درس دعنا نتحاور اتكلمنا فيه وقلنا أن الجد يوسف جلس والتف حوله الأحفاد كلمة التف هنا تدل على اهتمام الأحفاد بالجلوس حول الجد الاستفادة من خبراته فبدأ الجد الحديث قائلا هنتكلم النهاردة يا أحفادي عن آداب الحديث وآداب الاستماع آداب الحديث وآداب الاستماع هما من أعلى الآداب الاجتماعية التي دعت إليها الأديان السماوية أهمية آداب الحديث وآداب الاستماع في حياة الإنسان أن الإنسان إذا أحسن كلامه أحبه الناس طب وإذا أساء هرب منه وفر منه الناس وذكر الجد حديث يؤكد كلامه وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والحديث اللي احنا قرأناه دلوقتي بيدعو إلى أدب من آداب الحديث وهو قول الخيري أو السكوت طيب الجزء اللي احنا قرأناه دلوقتي نقدر نحطه تحت عنوان ممكن العنوان نتائج الالتذام بآداب الحوار تاني الجزء اللي احنا قرأناه دلوقتي ممكن نحطه تحت عنوان ايوه العنوان هو نتائج الالتذام بآداب الحوار طيب يا مستر ممكن نطلع بعض المعاني الجديدة كلمة مجلسه مكان جلوسه مجلسه مكان جلوسه التف تجمع التف تجمع الياسمين نبات جميل رائحة الياسمين نبات جميل رائحة بادرهم بدأهم بادرهم بدأهم نتحاور نتبادل الكلام نتحاور نتبادل الكلام أرفع أعلى أرفع أعلى حثت دعت حثت دعت فر هرب فر هرب طيب نقدر نحط الجزء ده في سؤال وجواب آه يا مستر ممكن نحط في سؤال وجواب أول سؤال من التف حول الجد؟ من التف حول الجد؟ الإجابة التف الأحفاد حول الجد؟ التف الأحفاد حول الجد؟ طيب سؤال سؤال كيف التف الأحفاد حول الجد يوسف؟ التف الأحفاد حول الجد يوسف كعقد الياسمين سؤال فيما سيتحاور الجد مع الأحفاد؟ سيتحاور الجد مع الأحفاد عن آداب الحديث وآداب الاستماع سؤال ماذا تعرف عن آداب الحديث وآداب الاستماع؟ آداب الحديث وآداب الاستماع هما من أرفع الآداب الاجتماعية التي حثت عليها الأديان السماوية سؤال ما نتيجة أن يحسن الإنسان في كلامه؟ الإنسان إذا أحسن كلامه أحبه الناس ما نتيجة أن يسيء الإنسان في كلامه؟ إذا أساء الإنسان في كلامه فر منه الناس سؤال أذكر حديثا شريفا يدعونا إلى أدب من آداب الحديث موضحا ذلك الأدب قول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمط صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو الحديث إلى قول الخير أو السكوت نقرأ الدرس وأبدأ معكم بهذا السؤال ماذا تفعل إذا أخطأ أحد المتحدثين في حديثه؟ قالت منا أقول له أخطأتا وأذكر الصوابا قال الجد تقولين له أخطأتا هذا ليس من آداب الحديث والأفضل أن تقول لي رأي آخر في هذا الأمر فقالت أمل ولماذا لا أقول له أخطأتا قال الجد لأنك لا تدرينا ربما كان على صواب وأنت على خطأ كما أن قولك له أخطأتا يحزنه ويسيئه فمن آداب الحديث أن تتخير اللفظ المناسبة وأن تختار من الكلمات أجملها ومن الألفاظ أحسنها الجزء اللي تمت قراءته الآن الجد بدى حديثه مع الأحفاد بسؤال تعمل إيه لو واحد من المتحدثين وهو بيتكلم معاك أخطأ في كلامه بسرعة ربضت مونة وهي من الأحفاد أقول له يا جدي أنت أخطأت والصواب بتاع كلامك كذب الجد لم يوافق على كلام مونة لأن قولك أخطأت للمتحدث حين يخطئ في حديثه ليس من آداب الحديث طب ماذا نقول لمن أخطأ في حديثه نقول ليه رأي آخر أمل من الأحفاد سألت الجد طب ليه يا جدي ما قولوش إنك أخطأت قال الجد بيجاوب لأمل أو بيجاوب عن سؤال أمل ربما كان على صواب ممكن يكون هو على صواب وأنت على خطأ ممكن يكون هو الصح وإنت خطأ كما أن قولك له أخطأت يعدنه ويسيئه تاني سبب إن ممكن لما أقوله أنت أخطأت يشعره بالحزن والإساءة طب آداب الحديث إيه يا أحفادي أن تتخير اللفظ المناسب نختار الألفاظ المناسبة ونختار أجمل الكلمات ونختار أحسن الألفاظ طب يا مستر الجزء اللي إحنا قرأناه نقدر نحط له عنوان آه العنوان معالجة خطأ المتحدث بحكمة معالجة خطأ المتحدث بحكمة طيب نقدر يا مستر نطلع المعاني الجديدة أو تدرين تدرين معناها تعلمين تدرين تعلمين يسيء يسيء يضايق يسيء يضايق المناسب المناسب الملائم المناسب الملائم صعب يا أولاد؟ نقدر نحط الجزء اللي إحنا قرأناه في سؤال وجواب أول سؤال ما السؤال الذي طرحه الجد على الأحفاد؟ السؤال ماذا تفعل إذا أخطأ أحد المتحدثين في حديثه؟ السؤال اللي بعد كده من أجاب عن سؤال الجد؟ من اللي جاوب؟ أجابت منا عن سؤال الجد طب اذكر تلك الإجابة؟ أقول له أخطأ وأذكر الصواب السؤال اللي بعد كده هل وافق الجد على إجابة منا؟ لا لم يوافق الجد على إجابة منا لماذا؟ لأن هذا ليس من آداب الحديث طيب سؤال ماذا نقول لمن أخطأ في حديثه؟ نقول لرأي آخر في هذا الأمر السؤال لماذا لا نقول لمن أخطأ؟ أخطأت؟ ربما كان على صواب وأنت على خطأ هذه رقم واحد رقم اثنين قولك له أخطأت يحذنه ويسيئه رقم ثلاثة هذا ليس من آداب الحديث نكمل قراءة يا أولاد قال شهاب يؤلمني يا جدي أنني حين أتحدث أحيانا قل ما يلتفت إلي أحد قال الجد ربما كان ذلك لأنك تتحدث عن نفسك كثيرا أو أنك تتحدث في أمور يعرفها الجالسون لأن الحديث عندما يكون في غير موضعه يكون عديم الفائدة وكان الأقدر بك يا شهاب حين تشعر بذلك أن تصمت قال بعض القدماء حدث الناس ما نظروا إليك واستمعوا لك فإن لمست منهم فطورا فأمسك أي اسكت الجد في حديثه مع الأحفاد سألوا واحد من الأحفاد اسمه شهاب قال له يا جدي أنا في حاجة بشعر بيها لما بتكلم وبحس أن أليل جدا لما بلاقي حد يلتفت لي ده يشعرني بالألم الجد رد عن أسباب انصراف المستمعين عن كلام شهاب إنك يا شهاب ممكن تكون بتتكلم عن نفسك كتير أو ممكن تكون بتتكلم في أمور يعرفها الجالسون يا أستاذ شهاب الحديث لما بيكون في غير موضعه بيكون عديم الفائدة بلا فائدة طيب الأفضل لك يا عم شهاب إنك لما تشعر بذلك إيه هو انصراف المستمعين عن كلامك إنك تصمت فقد قال بعض القدماء حدث الناس ما نظروا إليك واستمعوا لك اتكلم طول ما انت شاعر أو عندك إحساس إن الناس نظرين إليك ومستمعين لك طيب فإن لمست منهم فطورا فأمسك فلو حسيت من المستمعين عدم اهتمام بكلامك فالأفضل لك أن تسكت وتصمت الجزء اللي قرأناه وشرحناه دلوقتي ممكن نحطه تحت عنوان اه العنوان أسباب انصراف المستمعين عن المتحدث تاني أسباب انصراف المستمعين عن المتحدث نقدر يا مستر نطلع الكلمات الجديدة قلم قلم قليلا قلم قليلا عديم الفائدة بلا فائدة عديم الفائدة بلا فائدة الأقدر الأحق والأولى الأقدر الأحق والأولى فطورا عدم اهتمام فطورا عدم اهتمام نقدر نحط الجزء ده في سين وجيم أول سؤال ما الذي يحزن شهاب الذي يحزن شهاب أنه حين يتحدث أحيانا قل لما يلتفت إليه أحد بما رد الجد على شكوى شهاب رد الجد وقال إليه شهاب قال له ربما كان ذلك لأنك تتحدث عن نفسك كثيرا أو أنك تتحدث في أمور يعرفها الجالسون وممكن نعمل سؤالتين ولو نفس الإجابة متى لا ينجذب الناس إلى بعض الأحاديث إمتى الناس ما بتنجذبش إلى الأحاديث عندما تتحدث في أمور يعرفها الجالسون أو تتحدث عن نفسك كثيرا طيب سؤال ماذا تفعل إن أهملك الناس أثناء الحديث الأقدر أن تصمت الأقدر بك حين تشعر بذلك أن تصمت نكمل قراءة يا أولاد قال الجد وما ذالت هناك أشياء في آداب التحدث يجب أن تعرفوها قال علي وما هذه الأشياء يا جدي قال الجد البعد عن كلام اللغو والثرثرة وحسن الإذغاء لمن هو أكبر سنا وأعلى علما وأن وأن لا يتكلم إثنان في آن واحد وعدم مقاطعة المتحدث ومحادثة الناس بوجه بشوش مبتسم ولا بد أن يكون صوتك بقدر ما يسمعه الجالسون فلا هو مرتفع بحيث يؤذيهم ولا منخفض بحيث لا يسمعه بعضهم قال الأحفاد شكرا لك يا جدنا على هذه النصائح الغالية الجد في الجزء دوت بيقول لهم يا أحفاد في أشياء يجب أن تعرفوها عن أداب التحدث علي من الأحفاد قال له وما هي يا جدنا هي يا جد واحد البعد عن كلام اللغوة الثرثرة اثنين حسن الإذغاء لمن هو أكبر سنا وأعلى علما ثلاثة أن لا يتكلم اثنين في آن واحد أربعة عدم مقاطعة المتحدث خمسة محادثة الناس بوجه بشوش مبتسم ضاحك والصوت يكون بقدر ما يسمعه الجالسون لا مرتفع يؤذيهم ولا منخفض ما يسمعوش وفي النهاية يشكر الأحفاد الجد على هذه النصائح الغالية نقدر نطلع بعض معاني الكلمات الجديدة اللغوي الحديث غير المفيد اللغوي الحديث غير المفيد السرسرة كثرة الحديث دون داع السرسرة السرسرة كثرة الحديث دون داع الإصغاء الإصغاء حسن الاستماع الإصغاء حسن الاستماع بشوش ضاحق بشوش طاحق طاحق نقدر نحط الجزء ده يا مستر تحت عنوان ايه العنوان بتاعنا نصائح الجد الغالية نصائح الجد الغالية صابعي يا أولاد تمام نقدر نحط الجزء ده في سينو جيم سؤال هو اذكر أهم آداب التحدث التي تعلمتها واحد البعد عن كلام اللغة والثرثرة اثنين حسن الإضغاء لمن هو أكبر سنا وأعلى علما تلاتة ألا يتكلم اثنان في آن واحد عدم مقاطعة المتحدث محادثة الناس بوجه بشوش مبتسم ولا بد أن يكون صوتك بقدر ما يسمعه الجالسون فلا هو مرتفع بحيث يؤذيهم ولا منخفض بحيث لا يسمعه بعضهم آه